المترجم للقناة عبدالوحد زييت رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني لشباب وباحث أيضا في موضوع الشباب شكرا لصدق يحضر معنا أيضا يوسف شفوعي رئيس جمعية أمل سلا وعضو الشبكة المغربية للتحالف المدني لشباب أهلا بكم في منتدى إعلام تيلي الله وسلم شكرا لصدق أحفظكم بحسب السؤال الذي طرحته طبعا هو موضوع هو سؤال واسع لكن أود أن أعرج بكم إلى الملف أو القضية التي أطارت قد نقوله زنزالا في نفوس بعض الشباب من بينها أو على الأرجح قضية الفنيدق ما رأيك سي عبد وحد زييت في هذا الأمر بالنسبة لأحداث الأخيرة دي الفنيدق واللي شكلات واحد صدمة كبيرة للمجتمع المغربي وبحكم إحنا ينشغلنا بمجال دي القضية الشباب ما كانش ننا كانش ننا نعتبروها صدمة بقدر ما أنها كانت تجليات لأعطاب وإلى تردي الأوضاع ديال للشباب المغربي بالرغم بأنه ممكن تكون القراءة ديالة على أنه تم تعبئة لها من طرف مواقع ديال التواصل للجماعي ولكن كان نعتبرو بأنه عملية التحصين ديال الشباب المغربي هي مسؤولية عدة مؤسسات مسؤولية الفاعلين الحكوميين الأحزاب السياسية الجماعات الترابية يعني عدة متدخلين وهنا سنحاول لما أمكن أن نوقف بأنه كانت واحد إهمال في مجال معالجة قضايا الشباب بشكل ديالها الجوهري وممكن أن نعطوه إضاحات أكثر وهذه من بينه في كانت مكامين ديال الخلل وبأنه هاد الواقعة بأنها عادت تعقبها أمور أخرى اللي هي كتشكل خطورة وإحنا دائما كنا في الشبكة المغربية للتحالف المدني الشباب كنا كنبهو الحكومة والفاعل السياسي إلى أنه عدم الاهتمام بقضايا ديال الشباب بشكل الأساسي را عادي ترتب عليه تداعيات اللي هي عادي تشكل واحد مخلفات اللي ما عاديش نقبلوها داخل المجتمع دينا المغربي وكن نضيعوا واحد طاقة واحد تروع اللي كان المفروض أنه يتم استثمر فيها طيب سيني يوسك شوين رأيك في هذه المغربي؟ ترفرف ذلك هو عادي خمسطار شو تنبير كان احد احد تحول مفصالي ووحد تحول مت tackle خطر الدق لجميع الفاعلين وعلى جميع المؤسسات التنمية الاجتماعية وكل شيء تحطي لنجازة التعبير في الميزان. مجموعة من الشباب اللي ما بين إلا بغينا نقولون ما بين عشر سنين إلى أربعين أربعين سنة خمسة أربعين سنة اللي بغيروا يغادروا البلاد بسبب تعبيئة تقدر تكون الطريقة اللي تم الدعوية لهذه العملية فيها ما فيها ومحط علامة استفهام كبيرة. لكن الحادث هو أنهم استجبوا لها وكل شيء يمشي ويقطع للطيفة الأخرى بحتان على الكرامة. والكرامة عند المغربة كان لخصوها وكانت ترجموها لطرفة الخفز كما كانوا قولها. طرفة الخفز هو اللي خلال نجمع هذه الشباب باحث على لك الحلم الأوروبي على أساس أنه غادين نمشي وغادين بدلوا حياتنا. أول سؤال بالنسبة للي كي سألنا إحنا كا يعني إلا إلا تحطينا كامل كمجتمع مغريبي. حكومة ومجتمع مدني وأوصار ومدراسة وجميع كاملين ممكن نساوه. علاش هات الشباب غير يمشي وتمه. شنو اللي مكينش هنا وكين تمه. شنو 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 هم مستوى الدراسي ديلة الشباب. نعم. وإحنا هنا يمكننا نهضروا على واحد تسعين في المئة ديلة هؤلاء الشباب اللي غادروا للمدراسة مبكرا. نعم. هم ضحايا ديلة الهضر المدراسي. نعم. ديلة سياسات تعليمية سابقة لما أعطاتهمش لفرصة عنهما. هاد شباب هادوتا هما كانوا حالي من بعيشة أفضل كما تيقوله بالدرجة تقط ما تيهرب من العرص. نعم. فبالتالي هؤلاء الشباب اللي باحثين عن الكرامة آآ إلا لقاوها في بلادهم غادي ما غادي ما يمكنش ما غاديش مغاديش يمشي ويهربو هاد الهربة الكبرى كما قلنا. لذلك هادا كيسا أن هادا هادا مسؤولية مشتركة للجامعة آآ بكيف ما كانت طريقة اللي اللي تم الدعوال هاد العملية ولكن الواقع يعطانا واحد الآلاف دي الشباب اللي كي باحثين عن فرصة تانية. نعم. ربما ما لقاوهاش بلادهم اولا ما عرفوهاش. نعم. اولا الفاعل الرسمي ما عرفش كيفاش يتواصل معاهم. نعم. وخلاهم يتجمعوا لنا في واحد بالأصلاف واحد المكان اللي حرج آآ السلطات العمومية وحرج آآ حرجنا كاما مغاربة. نعم. علاش هاد الهروب الاشتراكي والاكبر. وهذا كنا نظن آآ ا انا باعتقدي دائما من باب الامل. نعم. وكن نذكر معاكم الى عقلته ورجعوا الستاش ماي اللي كنا في واحد الوقيتها الشباب هو المتهم الاول فيها والفاعل هو الشباب. نعم. وجاءت من بعدها سياسات لعلجات بعض الاختلالات. نعم. ربما دارة نافعة. آآ وهو شيء مؤلم جدا ولكن كنظن اننا سيكونوا لها ما لها. وعلى الجامع تحمل مسؤولياته فيما وقادم الأيام وباستعجال مع شيء بالتراخي نعم علاقة بما ذكره أخي يوسف كان واحدة سوء تدبير وتخطيط لإيجاد استراتيجيات وتنفيذها لنهوض بهذه القيمة التي هي الشباب ماذا يمكنكم تقولون في هذه السياسات نحن نخد الكلمة الأخيرة دي الأخ يوسف دي التراخي كان تراخي حكومي كبير جدا في مجال قضايا دي الشباب تراخي اللي عنده تكلفة الجماعية واقتصاد وعلى مساوى دي التقى اليوم الشباب اللي فقدها في المؤسسات في ذاته في المجتمع يبحث على بداء الأخرى وفي قد تقف بلاده شيء صعيب بزا بزا فيزا هنا هزين نقف على حجم التراخي والليخص فيه مسؤولية تقتضي المحاسبة 2012 ملك البلاد في خطاب أكد على أنه ودعوته إلى بلورة استراتيجية شاملة للشباب يعني كتوحد الخدمات كتوحد الفاعلين باش قدر تحقاقوا على الإنصاف واحد لعدالة 2017 كي أكد وبشكل أقوى ونقدر أنني نرجع للعبارة باش كن أكثر وضوح للمشاهدين والمستمعين أنه في افتتاح ديال سنة شريعية ديال 2017-2018 كي نأكد بأنه تأهيل الشباب الخير الضير والإيجابة والفعال في الحياة الوطنية يعد أهم تحديات التي يتعين رفعها وقد أكدنا أكد أكثر من مرة ولسيما في خطاب عشرين غوش يعني دار المرجع ديال 2012 ثم أكد بأنه كالكورة عمل جهود مبدولة فإن وضعي الشباب لا ترضينا ولا ترضيهم يعني أكد بأنه غياب واحد الرضاء لا من المؤسسة الملكية ولا من الشباب نفسهم تجاه يعني حجم العجر وحزم التجاوب مع انتظارات ديال الشباب المغربي في عدة ودعاء إلى بلورات سياسة جديدة مندمج الشباب تقوم بالأساس على التكوين وتشغيل وخاصة في المناطق القراوي وحنا كان عارفه حجم الأعطاب في العالم القراوي اللي فيه لخدمات ما وصلاش ما كانش عدالة ما كانش انصاف كان واحد لاهمان بواحد شكل كبير والأحياء الهامشية وأكد خطاب ديال آآ عاوتاني في الفين وثمانتاش على بلورات آآ سياسة مندمجة للشباب والنهوض بآآ قضايا ديالشباب بناء على ما يتعلقوا انها تكون تهيام مندمجة في صلب نموذج تنموي هنا غادي نجي باش نكون اكتر وضوحا بأنه في الفين وربعطاش تم يعني آآ المصادقة على الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب في حكومة بن كيران وفي آآ كانت آآ شغلة آآ وزارة ديال شباب والرياضة كانك سعى وزير آآ محمد أوزين يعني كانت مناضرات قبل آآ آآ ديال ديال شباب آآ اللي كانت آآ كانت آآ هاد الاستراتيجية رغم التملب الورا ديالها آآ مع عدة مؤسسات وطنية منها الداخلية منها من دوبيا سامية تخطيط مجموعة ديال المؤسسات يعني البنك الدولي مجموعة ديال يعني فاش وصلنا ديال انه تم المصادقة على هذه الاستراتيجية واللي كان فيها تين وستين اجراء السعجالي يعني واستراتيجية من الفين الخمسطاش الفين وثلاثين يعني بينات واحد الاعطاب على المستوى الاقتصاد يعني الاقصاء الاقتصادي رقم تربعة فاصلة ثلاثة ديال المليون شاب ورقم مفزع جداً انه يعني كان خسيكون تعامل معها باجراءات ليهية مستعجلة اجراءات مستعجلة في البنية ديالها في الهيكالة اللي غادي تقوم بعملية ديال تنزيل ديال هادا الستراتيجية وخسيكون اشراف ديال رئيس ديال الحكومة على المستوى المشروع ديال القانون المالي انها خسطت وضع الميزانية راكنت انها توقعات واحد الاتفاقي على اساس انها تكون مليون متين مليون ديال 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 درهم كلها سنة في 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 القانون المالي ولا درهم كالتحط بالنسبة لهاد المشروع ديال السراتيجية الوطنية من دم الشباب باش نعرفوا العقلية ديال الفاعل الحكومي سواء من المالية ولا من الحكومة بانه كين واحد اهمان اه حقيقي تجاه قضية الشباب بانه ما بغاوش ينجحوا هاد المشروع واللي كان هو اه اه تصور ملكي اليوم غادي نهضره باضاح وبافصاح على على هاد الاشكالات اللي هي اه منطروحة وخصيفة تحمل فيها المسئولية اه يعني هذا جانب جانب اه اخر انه هاد المشروع يتم انساء كتم اه اه نصف دياله بشكل كلي كي يجي وزير اخر وكيقول بي انه هاد المشروع ما قصداش ننشغله عليه غادي نبدو واحد الارضية اخرى وتم عرضي لها داخل البرلمان وعلى ما اعتقد انه اجابوا مكتب ديال الدراسات اليوم اخص نشوف وش كون اللي يشرف على هاد اسميته وما خرجت فيها تاشي وثيقة الشبكة المغربية التحالف المدني الشباب يعني كانت دائما متابعة بشكل دقيق والمنظمة الوحيدة في المغربية نتبع على هاد الميلف واحد الشكل بالنسبة للفاعلين على مستوى الحكومة راسلنا الوزارة في نوصل هاد المشروع وحصلنا على وثيقة رسمية من وزارة الشباب كنا رسلناها المدير وجاوبنا وغادي نقول وشنو فيها انه بتاريخ 19 اوت 2019 وصلت الشبكة المغربية التحالف من الشباب بان انه طلبنا الحصول المعلومة ذات الصلة بالاستراتيجي الوطن من الشباب شنو قال محتوى ديالها وبعد تبع الموضوع والمرجع المشارع الي اهلا يشرفون ان اخبركم ان وزارة الشباب والرياضة ستعملوا على نشر نص وثيقة ارضية السياسة الوطنية من الشباب لعموم كما سنوافقكم بنسخة منها وذلك فور استكمال مسترات المصادقة النهائية عليها ولا وثيقة خرجت ولا طرف المدير ديال شباب والطفولة تحجم خرجت من هذه العمور يعني كان نعتبرها كاريتا وهاد الوقيتا كان فيها الوزير الطالبي العالمي وانا كان نقول لي بانه برغم انه لف واحد مسئولية اخرى ديال البرلمان فهو كيتحمل المسئولية الكاملة تجاه هاد المشروع وكان خصيتكم في استدامة دياله باش يكون فعلا عنده واحد الفعالية والنتائج ديال هاد المشروع يجي وزير اخر انساء المشروع بالكامل ياخد غير نقطة اه صغيرة جدا اه ديال جواز ديال الشباب وهذا عدنا في ما يدقل لانه هاد الجواز الشباب انه قلت قدر مرحلة تجريبية. شنو مرحلة تجريبية? احنا هي اليومات السنين وحنا باقي نا غير في جريب. غير في واحد المنطقة اعطينا على مستور ديالجهة اليومات احنا كان طالبو هاد الوزير باش اعطينا الاحصائيات ديال عدد ديال المستفدين فين كانت هاد الخدمات شنو استفدوت كلفة المالية. وحنا بش نطلعه بحكم انه وتتبع ديالنا لهاد الميلف. كان طلعه للمنصة اللي يدار ديال هاد ديال زواج الشباب. شركاء بعدك اولا ضعاف. يعني عدد قليل جدا ما كناسب مشروع ديال الشباب المغربي. تاني حاجة انه كان من بين شركاء مجليجية ديال الرباط. واللي يدار اتفاقي على احداش لمليون ديال الدرهم. وما كينش على اللوغو دياله وما كينتل اشارة دياله. يعني كيبان بانه هاد شي فيه لبس. فيه غموض. كان طالبه باش يكون اه اه افتحاس. نعم. لهاد المشروع ديال جوال الشباب من طرف المجلس اهل الحسابات. وكان طالبه كذلك بيكون افتحاس كل لهاد المشروع ديال استراتيجية الوطنية مندمجة للشباب بتكلفة ديالها. لانه كانت فيها احلام وانتظارات ديال الشباب المغربي وتم الاحباط ديالها من الفاعلين حكوميين وسياسين كيتحملون مسئولية بما وقع في اه الهروب الجماعي ديال الفنيدق لانه مقاموش بالادوار ديالهم. يعني كيبان بانه كين اشكالات اللي هي كين او تاني باش نقدر نزيد باش نبقى اه في شمولية ديال هاد المشروع. انه رئيس للجنة ديال نموذج تنموي اه الجديد اه سي بن موسى. انه في تقرير انه خرج بانه تكون بلورة ديال هادة استراتيجية. انا كان امله بانه وزير في حجم تراكم اه ديال سي بن موسى والخبرة دياله وتجريبة دياله. وانه قال بانه اسمع للشباب المغربي وكانت صريحات صادمة على انعدام ديال تيقة. وما غديش نقول لكم بعد الامر الواحد يرجع لتقرير وغديشوف حجم حجم ما صرحوا به الشباب المغربي وكان صادم بزاب بزاب. على اساس انه غدي يتم دعوة الى البلورة. وهانت في موقع ديال الحكومة شنو الدار بالنسبة للشباب المغربي. اين هو هاد المشروع ديال الاستراتيجية. وفعلقتم مع النموذج التنموي. في نوع عمالي ديال التنسيق. في ناية تكلفة المالية. لا شيء من هاد الامور تحقق. الى كانوا الشباب فقدوا الثقة. احنا هي كفاعل المتبعين. رفقدنا الثقة. انه الفاعل انه يقدر يدير شي حاجة للشباب المغربي بهذا التراخي الحكومي. تراخي. سياسي. وهذا عنده واحد كلفة اللي هي كبيرة وتقيلة على الشباب آآ المغربي. وخاص فيها تحمل المسئولية. نعم. اه انطلقا مما اسلف ذكره لاخر الواحد الانسيات. اه اطرق الواحد للموضوع اللي بهذا الحجم اللي هو انه احسين فيه كين غياب ديال المتدخلين. هي ماشي غير قطاع واحد. هي قطاعات كثيرة. واللي من بينها ندخل فيها احتى التعليم والتربية والتكوين التربية الوطنية. هل فشلت او فشل التعليم في وضع او في زرع ثقة او اعادة زرع ثقة في اه شباب المغربي. اه اول نسا بدي الهضر المدراسي عملية بسيطة. وانه كل سنة شحل كيتسجل معنا من طفل في التعليم الاولي الى كنا تنظروا على المستوى البتدائي يعني تحداري كما كان قولو. شحل مواحد. شحل من طفل كيتسجل عنا. شحل مواحد كي ياخد الباك. نعم. هنا نقدروا نتاح بواحد المعادلة اللي شي شوية محرجة. وكتعطينا عدد المسجالين ركاب بالملايين. نعم. وعدد الحاصلين اللي كيوصلوا وباكالوريا رابل الالاف. هذا رقم يجاوب على رأسه. فبالتالي انا كنظن ان خاص يدار واحد المجهود وخاص واحد كما كيقولوا بالداري جانجلسون تصنتوا العظامنا. ونعرفوا ونعرفوا دابا دائما كنت لقى مع الشباب. وفتر اشتغالي اليومي معهم. هذا شباب عندهم واحد الهاجس. هاجس كبير. الثقة. انهم عدم الثقة اللي جاية من عدم التواصل. نعم. الفاعل الرسمي اليوم. خصوه يعرف بان شبابه ديال اليوم. لكن ادرب معه ولاد الالفين. ولاد الالفين دابا في الفين ارتبع عشرين. عب دابا رطلنا الالفين وعشر. ولاد الالفين وعشر. رغم ما دابا المراهقين ديال دابا. وش كنت فاعموا ولكن كن فاعمهم. وش كن عارفوه ماش بهاهو. شنو الشنو الطموحات ديالهم. وش هونمني كانوا في المدراسة وش درنا اليوم ارضي اياه. لن نقاش. وعرفناهم شنو بغوا باش يكونوا ونعطيك واحد المؤشر واحد آخر لولاد هاد الألفين ولاد هاد الجير را هما طالبها تقولي تميز ليوم بعد واحد الفئة اللي تنقوله النخبة را هما اللي ديرين مقفين كلية الطيب احتجاج وعندهم مطالب مشروعة فبالتالي هادو كتمتلوا جيلهم هل كنا عندنا استعداد كفاعلين رسميين كمجتمع مدني كأسر حتى الوالدة نستعداد اننا نستقبلوا هاد الجيل يعناه جيل العلماء وكنا كنا نعرفوا تأثير ديال التكنولوجيا وتأثير ديال الواقع ديالنا وانا الشارع والشارع والانترنت والهاتف والحاسوب والمؤثرين عبر هاد وصائل التواصل الاجتماعي والتي كتربي والتي كتقوم مقام بزاف ديال المؤسسة تنشيئ اللي كانت وحد الوقيته عندها الضاق كاشحال هذه الزنقة كتربي جيران كيربيه طفلك عنده عنده واحد الاليات واحد النظام كما كان قوله واحد بارشوك واحد اللي يرد ذلك الصدمات اللي كتجي من خلال الفقهة الجامعة المعلم مول فران مول حانوت كان واحد الوسائل اللي عنده عنده رقابة ودور في حماية ديال الشاب والشابة في الواسطة اللي تعيش فيه ده فلا فلا مفتوح يقدر يكون في الدار ما كيخرش قاع ولكن تتشبع بأفكار وكان عني يمكن يشوف تجارب تجارب ناجحة وليوم اليوم أنا قرأت واحد تدوينة دياله واحد السيد باشي صديق ديالي ولكن اثرت فيه لأنه كنشوفه عندي في الدار وأنه جاء عنده ولده هذا تجريبة بسيطة اللي تتلخص لنا الواقع دياله الجيل جاء عنده ولده معه بداية العطلة طلب منه يدير واحد القصة شعر تحسينها مخالفة ويسبغ شعر يعني بواحد يعني مفاوضات عسيرة قبل قبل وقال لولده ماشي مشكل غير الصيفة هذا بالمقابل جاء واحد ضيف عندهم من ألمانيا ودار تهو اطلب والدي دار نفس القصة نفس هذا مع الدخول المدرسي لأخول مشال ألمانيا رجع للمدرسة دياله والمغربي هاد ولدنا دخل هاد الاب تيش تيحكي هاد القيصة بعد دخول دياله المدرسة خرجوه قالوا له سير حسان هو هادا وهذا وهذا وبدأ الردع مؤسسة الردع في حين انه في تواصل عبر الوسائل التواصل الاجتماعي ان المدرسة اصحابه ولمدرسة دياله احتفلوا به انه قالوا لي درتي شي حاجة جديدة في الصيف تقدر يحيدها ما تعجبوش ولكن هو الرغبة دياله في تغيير شكل دياله بدك الطريقة واحد اللي جيها استحناتها وبالعكس هو اخده ونموذج انه درشي حاجة في الصيف مغيره تقدر يخليها يقدر ما يخليها شوال لكن في مقابل كان عدنا واحد مؤسسة ديالردع وديال مشي المواكبة احنا عدنا الردع وعدنا دك كل شي كي ينص براس وشورطة على الشباب وهو الامير الناهي على الشابر من الاب من هذا ولينا بدك الخوف لعند الاسرة في واحد المجال ضيق ولي عندنا خوف واحد الوسع ولينا كاملين كان حكمه واحد الشاب اللي ما عارفش لداخل دياله كي يدير في حين انه عيش واحد العالم فتوح وتيشوف انه واحد بحاله عيش بواحد الوضعية ومشله واحد المؤسسة بالاكسر حبوه بي وفرحوه بي وقالوا لشكل جديد اعطاه واحد القيمة في واسعة المدرسي يقدر حيث ما تيأثرش على الدراسة هذا كشكله حياته حرية شخصية على ازمة التواصل ازمة التواصل انا كنقول ان هاد الشباب اليوم احنا اللي كان هدراه على اولاد الالفين والالفين وعشرة اليوم هما الان هما الشباب اللي يفعين ديال هاد الوقت هما اللي غادي 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 وصلوا للمسؤولية وكانت رجعوا فيهم انهم يقنيوا النابلة المغرب عندو تربة واحدة مش نكونوا مآمنين بها واد شي كيقولو صاحب جلالة ديما والحكومة كتقولو المجلس لهذا المندوبيات تخطيط البنك المغرب المجلس اقتصادي اجتماعي جميع الدراسات الدين البنك الدولي تقولك المغرب عندو راس مال واحد الى 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 تحط فسكس حيدير المعجزة تورر راس مال البشري هاد راس مال البشري اللي عندنا والهارم ديال السكان عندنا الشباب في قاعدة كبيرة وهاد القاعدة هي اللي عندنا في القاعدة لاش لانه كين واحد تحولنا من جيل الجيل ومواكبناه مش بتحول ديال العقلية ديال فاعل الرسمي وملي كان الفاعل الرسمي مش كان لهم الحكومة محدة كيني مجمومة عن مؤسسات لكن الى كانت عندنا نية الحقيقية الإصلاح بسنا بدأوا مررسنا كفاعلين سواء رسميين ولا غير رسميين عادنا بطول الشهادة ممكنش تقلس مع الشاب في طاولة حوار وعارفك انت كتقول له هات الخاشب وكتبت تلعلي كما كنقوله بالدريجة هي سياسة هي سياسة هي تعقبت سياسات فاشلة تعقبت حكومات فاشلة في تقطير وفي التواصل مع هاد شكل فعلا هاد الحكومات التي تعقبت تعقبت ببرامجها الملأة بالآمال والأحلام بكل ما يمكن للشاب أن يتصوره وأن يتقبله وأن يعيشه لكن في الواقع دائما نجد النخبة السياسية دائما هي الفاشلة في تدبير هذه الاستراتيجيات كيف يمكننا أن نعطي نخبة سياسية التي تكون فعلا كيف يمكننا أن نخبة سياسية التي تكون فعلا لكن لم تكن تنزل إلى القائدة لكيف يقول سياسة الشباب ، يعني لا تتواصلت معها بالشكل اللازم فين هو الخلل في هذا المنظوم السياسي؟ اليوم كان حالة البيان وحالة الجزر ما بين الفاعل الحكومي مع المواطن مع الشباب مع فئات متعددة أن القرارات تأخذ ولكن من أجل أنه الإفساح لها والتواصل بشأنها ما كانش كان حالة بيض عجيبة جدا خصوصا في هذه المرحلة ما وقع في الفندق ولا حد من الحكومة ولا شي حد يطلع كتبقى سلطة العمومية في مواجهة الشباب في مواجهة المواطنين كل قوة هنا سلطة العمومية كتدخل في مجموعة دين ما وقع من الفايدانات ولا حد في الحكومة يطلع تما والناس دبوا والناس معقورة ومضرورة وتجاه الفاعل الحكومي والمنتخب يعني شنو معنى هذه المؤسسات علش كتدال لما كتبقى لما تلعب الأدوار ديالها البرلمانيين ممكن أنه يطلعوا تما ويديروا الجناس يطلع إياه وشوفوا الأمور شنو كاين علش ما كانش تدخلات مثلا تما في الفايدان شنو النقص اللي كاين وهذا الأمور يعني في مجال ديال الوقاية ايما الشاب شباب لزهقات الأرواح ديالهم يعني هاد هاد الأمور يعني كتعطي وحنا نطبعه ديالهم كيتم تسويق ديالها على مستوى ديال المواقع ديال التواصل يمكن تخذ المساحة ديالها أكثر في حالة ديال التردي وفي حالة تراجع ديال التيقى يمكن نوصل لهذا النقطة في الخلال هي التجاهل تجاهل 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 شنو معنيتا أنه أنه شباب يكون في مرحلة ديال طفولة تلقاه تما طالع لفنا يدرق رأي شي حاجة لك تبكي رأي شي حاجة لصادي رأي تخير بأنه كان هذا الوزير ولده ولي طالع وش غادي يبقى رأي كانت واحد الحاديثة وقعت في الرباط لمجرد أنه ما كان جاءتها ما مشي حنت بيت نجبدها ولا شي حاجة ما ديج نبدوها وقعت حاديثة والله يرحمه رحمته جاء جميع الأموات المسلمين ومسلمات وقعت أنزل شخصيا يعني كنقول بأنه كيفاش اليوم في مواقع اللي ممكن أنه يكون فيها الفاعل الحكومي حاضر وكانت واحد الحالة البيض يعني ديال الحكومة بشكل تام يعني واحد المدة الإعلام مصلت مع تسويق واحد صورة بتاع المستوى الحقوقي يعني كيبان بأنه اليوم إما الفاعل الحكومي إما بش تكون في الحكومة الحكومة إما تلعب الأدوار ديالها الدستورية تقوم بالأدوار ديالها توجه المواطن غياب على المستوى ديال الإعلام العمومي بش يكون يناقش هاد الأمور كان جوع أو تاني على المستوى المجلس ديال الحكومة ونسجلوا بأسفين شديد وتاغتوا في تاد مجلس الحكومة ولا نقطة في مجال ديال قضايا ديال الشباب يعني هي الإشكال وهي الجوهر ما اطرحت فيها تاشيحها جديد للأمور حاضر بشدة حاضر بشدة في الأحزاب السياسية نرجع لسي يوسف شفعي خصوص الخلل اللي موجود في النخبة السياسية ممكن تعطينا سعليق فين كين هاد الخلل بالضبط من أواقص اللي كتشوفوها فين كينها بالضبط أنا كنت قبل ما نجاوبك على السوع ديال كنت كانت منط وربما أخ عبد الواحد يشاطرني أن هات الجامعات الصيفية اللي كتقوم بها الأحزاب اليوم والجمعيات والجمعيات الموازية المنتامية للأحزاب يريد تكون توحد الموضوع والنقاش حول ضائرة ديال الشاباب وهذا المشكلة ديال الفنادق وديال الشاباب ويخرجوه لأنه مجمعيات حزبية جمعيات حزبية تابعة الأحزاب تعطيوها على خارج الطريق على الأقل لا اللي في الحكومة لا اللي في المعارضة على الأقل خلقوا نقاش عمومي ونعيطوا على مجموعة من الشاباب اللي كانوا ربما ضحايا ديال هاد الموجة والهاد الإعلام هاد الحملة هاد التهجير المصطلعي إنشاءت إنجاز التعبير ونعرفوهم شنو ضرهم شنو ضرهم في البلاد اللي بهاوا يخرجوا إخوهوها ويمشوا التأطير الحزبي باش نهضر عليه أنا ما زجش في الأحزاب ما تأطرش حزبيين باش نقدر نهضر عليه ولكن نقدر نعطيك واحد واحد العملية لأن تأطير الحزبي مع تأطير الجمعوي كيتلاقاوا في مجموعة الأدبيات إنجاز التعبير وكنت واحد لوقيتها شتت واحد تجريبة في انتخابات الإسبانية وكنت قلتها للمجموعة للإخوان كيشوفوه في استغرام في المرة انتخابات الإسبانية هادي ديال الألفين كانت ضنوا 14 والألفين و13 كانت صادف أنني كنت تمها وخلال تصور خلال بعد انتخابات الشريعية مباشرة أحزاب شنو دارت؟ دارت أبواب مفتوحة اللي هي في عين في الأحياء ديالهم على أساس أن كل يعني فرع أو تمتيلية ديالواحد الحزب معين خصوص الحزب العاكم اللي كان ديكسها نعم وفتحوا بواب مفتوحة مالية في عين ديال 14 عام 15 عام عن طريق أنشطة طرفيهية عن طريق مسابقات عن طريق تشجيعات عن طريق مجموعة من الأشياء لأنه ما محسبوها بذكاء وأن 14 عام بعد الولاية خمس سنين هذي كوة 19 عام يعني هذي يكون اللي يصوت هذي يقدر يكون مرشع وهذي يصوت ويمكن نرهن عليه فالدكاء ديال الفاعل السياسي أعطاه واحد اللي كتظر معي فاعل السياسي يقدر يناقشك ويقدر يحتجالك ويقدر يعاقبك في تصويت وقدر يطلعك إلى نجحتي فهذا دكاء من هذي العين اللي شفت وكانوا قيل لي ديكسها أنا على مستوى جميع الطرف ديال اسبانيا ديكسها وتشتغلوا على دي العملية وكنت بتنقول علش ما يكونش عدنا أكاديميات ديال ديال الشباب ديال أكاديميات اللي موازي الأحزاب السياسية تكون هذي المهمة دياله مش بضرارة بالألوان ولا بهادا لا أكاديميات ديال الحزب فلاني بإسم الحزب بتمويل من الحزب بتمويل قاعد لأن المصدر ديالورة تمويل ديال الدولة ونشجعوا الشباب عن السياسة بلاس ما يمشي لنا الفليدق يجيح تجنف مقر ديال الحزب بيقول لنا أنتوا مكا حزب ما دفعتوش عليها ولا رانا بغيت كهذا ولا رانا كامشي مقرأ وما كان لقاش راحتي وهالتعليم قاع أصلا مخصوش يكون أبقى علاش خمسيام السيمانة نديروحنا غير ثلث ايام وعلاش 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 ويكون واحد لنقاش عمومي مفتح أنا لحنا للأسف للأسف ومن جيلي ومن الجيل دياله هذا الجيل اللي طالع عمرناه ما تنشوفوا الأحزاب في الانتخابات دا كان كين انتخابيات نعرفوا النار تتتروج الحركة واحد للمدة تدري الانخارطة يعني موسميا في واحد العملية يعني هاد العملية ديال الفاعل السياسي ما نزلش من داك القصر العاجي دياله لا هده الارضية اللي هي الارضية الصلبة هذيك الارضية يلي كتقلب موازين القوة في اي ديمقراطية عندنا في المغرب ممكن انها تلعبها دور ولكن هنا كنخليوها فقط موسمية لما انتخابات انتخابات ونسبة تأطير عندنا ضعيفة بزاف لانها ما يمكنش وإلا ما يمكنش نشوفوا بعض الظواهير كون كان عندنا فاعل سياسي قوي كون نلعب دور الواساطة وغادي نأطروا على ذيك الوليدات ونعرفوش نبغى ونحتى الفاعل سياسي عندنا ولدات الفناد قليمشي ونالفنا في حالة الكوارد ديال الطبيعية اللي كنخليو دائما المواطن مع السلطات المحلية في غياب ديال فاعل حزبي السلطات كتقاب في مواجهة دائما للقوات الامنية ولا مصالح وزارة الداخلية ولا الداراك ولا قوات المسلع الملكية ولا الامن كيبقوا في الواجهة مع المواطن وكيخلقوا الناعة وتانية وحد حزازات خراءة ومشاكل خراءة اللي كان خصنا نعالجه على سنين ديال 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 الحزازات وديال عدم التقام ما بين المواطن والفاعل الأمني في حين أنه هو راتيه يعالج غير واحد الإشكال اللي ربما كان خصوه يعالجه السياسي والمدرسة والأسرة فبالتالي ما بين مؤسستين ديال الأمنية والسلطات مع الشباب ومع بعض الفئات ديال المجتمع في غياب ديال الواسط اللي خصوه تلعبوا الحزب والمدرسة والجمعية والأسرة والمجتمع فهنا هذا الإشكاليات في اعتقادي أن الفاعلين تعرفوهم وعارفينهم والتحاجة ما مخبية ولكن الجرأة يجب أن نقلسوا على أرضية واحدة ونصلطوا لبعضياتنا ويكون حوار صادق وجدي ونعرفوا هذا الشباب وش نكذبوا عنهم لغات الخاشة أولا نعمروا بهم ونأتوا بهم واحد اللحظة ومن اللي سالي الاجتماعات وهذه المنتديات نعطيهم تقارير ونقولوا راح نقدرنا مع الشباب الله وإلا ما شافاش في الواقع راح تتيأس جيل واحد آخر من بعد نعم وشافتها غير من الجانب يعني ما تحلش المشكل المشكل قائم بذاته المشكل لك أولا نحل على المستوى الحزبي نعم ما هو الوزير من أي حزب؟ حزب البام وكينا قيادة جماعية من البام في الحكومة كان خطوة يتدبر على المستوى الحزبي وكنا نحل المشكل بالتالي من يتحمل المسؤولية في عدم حل هذه الأزمة طيب بواحد بالبام لكي لا يوجد نشان رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية بصيفته كرئيس الحكومة نحن رسلنا كالشبكة مغربية رسلنا طلب تدخل الرئيس الحكومة كان بإمكان يتم إسقاط تدخل الحكومة بإمكان أنه يتم إسقاط إمكان يكون تعديل حكومة للوزير أو بإمكان جميع العضوية للوزير إلا لا يريد أن يستجب مع حل الحزب كما يداره مع بعض القيادين جميع الوزير يعني لديك الكثير من الحلول لكي لا يشعر اليوم يقول أنك تصنط للشباب وأنك تجعل النخبة للبلاد وأنها مصرها مجهول وأنك تجعل معهم وأنك تجعل معهم وأنك تصنط للشباب لا تصنط للشباب لأنه بشكل هذه النخبة يعني بهذا الشكل والمصير ديالها وإحنا كنا نعرفه بأنه حجم الفراغ اللي كان في المستشفيات والمستوصفات وكان يغطيه هاد الطلبة يعني كان واحد الإشكال هو كبير ويتحمل الحكومة ويتحمل الحزب اللي كان يدبر وزارة ديال التعليم العالي يعني كان هاد الأمور هاد تحتيم ديال هاد الثيقة اليوم هاد أحدث ديال ديال الفنيدق أنا ماشي أول مرة أنا ترات قبل وترات قبل وترات قبل يعني كين واحد العطب وماشي معنيته بأنه رغضين حاصروا حاصروا هي أنك تخدم مع الشباب تأثر ديال الشباب انت عندك تلتمائة ألف شاب تخرج من المدراسة تقول بولجي معي كاريتية بكل مقاييس المجلس الاقتصادي يقول لك بأنهم مليون ونص شاب بأنهم في وضعية نت يعني هذا 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 معطى منذ بيستمية تخطيط قد تقول لك بأنه نسبة ديال بيطالة غدا في ارتفاع مؤخرا والي بانك المغريب قالك 48% في الغاديين في الغاديين يعني المشاغلتي والشغلتي على مجال ستحل أكبر المشاكل على مساوى ديال السياسات العمومية لأن المشاكل وعاد ما كيش على المستوى المجالي المجالي كين المجالي على مساوى كين أعطاب طروة الوطنية تخطيط توزع بالعدالة ديالها على مساوى ديال الجهات اليوم تدل هاد منظومة ديال الانتخابات أنها تغير النخبة أنها تبقى عشرين عام ثلاثين عام يكون واحد تداول فيها واحد المدة محددة عند جديد الولايات لعون خاصة اليوم عدم تكون حالة تنافي في تعدد ديال المناصب ممكنش واحد يكون عنده بزاف ديال المناصب وغير يدبر مجموعة ديال الملفات ومجموعة ديال المؤسسات هذا رفيه إشكال اللي عنده شي حاجة يقوم بها وتكون فيها مسؤولية تقتضي ديال المحاسبة على مستوى ديال الجماعة الترابية كنلقوا بأن تدخول ديالها ضعيف اليوم أخصى نفكره وزارة الداخلية والفاعل السياسي تتعطى واحد النموذج جديد ديال الجماعات الترابية باش يكون عندها أكثر فعالية وأكثر قوة علشان ندير عنها الجماعة وندير العمالة وندير الغرفة ديال الصناعة وندير غرفة ديال هل تكون شيء يخصي يدخل في إطار الجماعة علشان هنا بنسبة لي شنين العدد اليوم ما تثبت بأنه العدد لا يعطيش الفعالية يعني ليش ما نديروش حنايا اليوم تركيز ديال هالجامعة تكون بالقوة ديالها في المجال ديال التشغيل في المجال ديال الصناعة التقليدية في المجال البيئي تكون عندها قوتها وتكون نخبة مش دروري تكون عندي عدد كبير ديال لعدد ديال النخب نقدر يكون عدد قليل ولكن افكاس فعالين أنهم ينعبوا أدوار اللي هي مهمة ما نبقاش بهذا الشكل لأنه هاد هاد تراجع مستوى ديال الثقة رأي عنده واحد تدعيات على أي حاجة أخذتها الدولة وفي الأوراش ديالها وفي هاد الأمور ديالها يعني اليوم اليوم خاص خاص واحد الجيدية جيدية اللي ولات مفقودة ولا الشباب يحسبها أنها مفقودة خاصة لحالة البيض أنها تعود بالحضور وبالفعالية خاص الأحزاب السياسية أنها تنقي البيوت ديالها اليوم فضائح بواحد شكل كبير كتخلي المواطن والشباب أنه يفقد ثيقة وخاصة أن المعلومة التي تتوصل وكتتروج بشكل كبير على مستوى مواقع ديال التواصل خاص اليوم الشجاعة السياسية والفاعل السياسي ويعطونا واحد النخبة فعلاً اللي عندها القدرة أنها تتواصل مع المواطنين لا تتواصل مع المواطنين نقطة الأخيرة في الحلقة اليوم هي أنتم كفاعلين جمعويين المجتمع المدني دور المجتمع المدني في هذا الصدد أشنا هي العوائق أو التحديات التي تتواجهون كفاعلين جمعويين؟ أشناً أولاً المجتمع المدني الحمد لله والآلية أنها في المغرب أو في المجتمع متواجدة وبقوة وإلى حدود الساعة أنها تقوم بطاعة رغم الإكراهات ورغم ما زالت تستوي عدد من الشباب لأنه على الأقل على الأقل واحد المتنفس فين كيكونوا ولكن للأسف ماشي كل شي ماشي كل شي كيمشي للجمعيات لأنه باشي تأطروا باشي حقيقة الأمر هو الحديث على هذا الموضوع هذا والمجتمع المدني قبل أن نرى الحمد لله في المغرب كما كان الحال لأنه ضمانة واحد الركيزة أساسية التي على الأقل كان يجعلها في حالة الطيرار لأنها مؤسسة الملكية من خلال مجموعة تدخلاته الخطب دياله هذا ولكن لكي يرى الأمر أنه تطلب التدخل ودائما أنه التعليمات دياله والبرامج اللي كيتلقها كتكون واحد الجواب على انتظارة ديال الشباب وكان أقل على ذيك الساعة في الألفينات إطلاق المبادرة وطرية التنمية البشرية اللي كانت واحد الجواب على واحد المعضية الاجتماعية اللي كان الشباب كيعاني منها وخصوصا في العالم قاراوي هنا نطالق المجتمع المدني اللي تكون وتأطر وتدرب وغطانا واحد المنتوج اللي تغرب مع الطريق وعطانا واحد من الجموعة من ديال الجمعيات اللي أصبحت فاعلة اليوم وكتأثر وكتقوم بالواجب دياله بالمجال الجغرافي مع الضعف بعض في التمثيلية ما بين المجال الحضاري والمجال القاراوي وما زال خاصنا نشتغل على المجال ولكن على الأقل كنقولوا كين براميج اللي المؤسسة الملكية كتسهر على عندها ضمانات الدين الاستمرارية كتجاوز ذاك الزمن السياسي والفاعل الحكومي فبالتالي ما تعقب الحكومات كتبقى البرامج مستمرة ما داخلش في هذا الفاعل السيتي هنا أعطانا مجتمع مدني اللي هذا لكن اليوم أنا كنقول هو أن هاد الشباب اليوم خصنا المجتمع المدني يجلنا دي تواصل معهم ويكون واحد على الأقل على الأقل صمام آمان ليوم ويأخذوا التقيقة يجيوا يتواصل مع المجتمع المدني يعرفوا شنو أدارهم أنا اليوم كان يؤلموني كثيرا اللي كانت طالع على الصفحة مثلا ديال الجمعية اللي كانت تامي لها اليوم وكان حط إعلانات ديال تكوين مهاني بالتدروج ولا تكوينات اللي عاملها الدولة مثلا بشاركة مع المجتمع المدني تكوينات قاسيرات الآماد وعنده هاده وكي يدرني في خاطره أنني كنلقى مثلا تعليقات يقول كلي فات 30 واش يمشي يقتر راسه واللي عنده 35 و 30 واش ما عندهش الحق يتكون اللي عنده 40 عام شنو يدير في هذا البلاد احنا قلنا نلقينا الحل موقاتا من 18 إلى 30 سنة بشورط في إطار تكوي المهاني تكوي المهاني ولا تدرج مهاني ولا تكوينات لكي تديرها المبادرة ولكن خلقنا واحد الإشكال اليوم الشباب المغرب يخصوا فرصة ثانية إذا ما أعطيناهم فرصة ثانية سنقرسوا هاد السوداوية اللي عندنا في أوسات الشباب لأنه هادك الدبلوم بالنسبة له هو النفسية ديال الشاب في المراهقة والشباب خلاتوا أنه كما تقوله يخرج في الحيط إنجاز التعبير خرج من المدرسة تخاصم مع موالدي ربما يكون قاعش يعني أن دفاع دياله خليه أنه دار مسائل اللي ما يقبلهاش العقل وما تسامح معه تشي واحد ديك الساعة وربما يكون أخذت تل جزاء دياله إذا كان شي عامل تقلب عليه القانون لكن واحد النهار رجع كي وصل في تيفوت خمسة وعشرين ستاعة وعشرين عام ثلاثين سنة تتبت أحد يبدأ يخمم هناك يبدأ يقلب على ديك الكهرام اللي قلنا ديال طرفة الخبز فين يلقى؟ يلقى على تلك واحد تكوين مهاني كيلائم القدرات دياله باش يمشي يخدم ويصور ديك طرفة الخبز مني كي يجي عندك أنت كمركز ديال تكوين مهاني كجمعية أو لا كمؤسسة لتكوين تقول له اسمح لي أنا ثلاثين سنة سديت قانون لأن القانون تيحكمني فبالتاني تتصور أنه هو بغير رجع واسترجع القيوة دياله بغير مواطنين يقلب على طرف الخبز دياله بدرعه تتجي كتريبه وكتقول له سير شنو كي يبال له؟ كي يبال له خنادك تماما إذا ما هذه فمن هذا المنطلقة اللي سمحتيني أنه اليوم خص خص المشرع يدخل ونعطيه خصنا نكون عندنا القناعة الكاملة فاعل رسمي وغير رسمي والمجتمع المدني والأسرة نعطيه فرصة تانية للشباب دياله ونفتحه أبواب ديال المؤسسات التعليمية والتكوين اللي بغير يقرأ يرجع يرجع لأن اللي تهرس له راسه وتيرجع وتقرأ وتعودنا قصص ناجح جميلة جداً نسلح اللقوصة من خلال تكوينات بسيطة ورجعوا لحياتهم العادية وهذا الشي اللي محتاجين له اليوم محتاجين أننا نزرعوا الآمان إذا زرعنا الآمان سنحصده نتائج مبيرة إذا زرعنا الآمان سنحصده الريح وسننرجعون مثل حوادث الفنيدق مرات عديدة وسنقومون بكي وسنطلقوا في السوديو وستوديوهات أخرى ونضروا على المساعدة حاجة أخرى الإعلام الباديل اليوم 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 الإعلام كما يوصل الميساج للملايين ديال الشباب أنه راكينا هجرات سرية لولات علانية بقدرات قادر ونقومون بكي أنه دور المؤثرين دور الإعلام الباديل دور الإعلام الرسمي أننا نجيبه نماذج ناجحة أنا يجيب عندي نعطيهم 15-20 نماذج ناجحة دراري اللي كانوا غادي للسجن احتويوا لهم مسيرين ديال المقاييو مطاعين في الرباطسلاء على طريق تكوين لفرصة الثانية اللي نجحوا ونعطيهم نماذج فبالتالي الإعلام اليوم والمؤثرين رجاءا دوركم أننا ننقلوا الإيجابية الشاب لكي يشوفوا واحد يركب مزيان لابس مزيان وتنبينه لو بأننا نرى وصلنا بسرعة تياخدنا مودة سيئة لما طاحش ووقف وطاحش ووقف وعد وصل رام عمرو ما يجيني التمار ديال النجاح دياله لذلك النجاح السهل نقاطعوه وما نسوقوهش نعم مشكور سي يوسف السؤال نفسه كان وجهورك سي عدو واحد المجتمع المدني عشان هي فين كنا أوجه القصور أو لا فين كنا تحديات المجتمع المدني كان واحد دينامية اللي هي مهمة نعم وكتكون عنده واحد السباقية نعم وكي حاول ما أمكن أنه يوصل يعني المشاكل للفاعل وصنع ديال القرار ولكن كتبقى المحدودية ديال التدخل دياله كان واحد محدودية اه كان المستوى تشريعي كان يعني تم تقييد الجمعيات كانوا بإمكان أنه كيلعبوا أدوار مع الجماعات وكيد يقوم جمعات ديالأنشطة كان جمعيات اللي كانت نشط مجلة ديالإعاقة كانت تحبس عليها الدعم لمؤخصة تكون من فاعل عمه ومن فاعل عمه ما كي نشف جميع المتاح لهم يعني كيف مانات القروية كان نسائية يعني كان شباب يعني كان هاد الأمور ستعالج على المستوى اه تشريعي كان جانب آخر الدور ديال الوساطة اللي ممكن يلعبها دور المجتمع المدني وهذا واللي مهم جدا لأنه الفاعل الحكومي خصوة واحد اللي يقضى نعم اللي يقضى والملفات انه اه تخذ بواحد الجيدية من طرف المجتمع المدني وترفع عليها اه كان دبا مشكل اللي غديد زاد في عملية ديالإحباط والصخد للشباب المغربي خاصة من حاملية ديالشوائد هي تحديد الصين في المباريات هاد الأرة كدزاد حجم ديال الصخد ديالالشباب المغربي وغادي بعد عد الموجة ديالها غادي تبان في هات السنوات القريبة غاديوك تكبر غاديوك تكبر غاديوك تكبر غاديوك تكبر وغاديوك موجة عالية اللي ممكن داك الساعة عادة مقام قوله لاش وشكون دارها وخصنا نفكره في حلول اه لازمعكين هادر شيء مؤسف انك اليوم شاب في مقسبة ديال العمر انك ديال حالة ديال انسداد ديال الافق دياله بقرار سياسي اه يعني شا نقول لك كيف يشكل فيه واحد 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 استقواء نعم من خلال واحد المؤسسة ديال الحكومة او ديال الوزير او ديال البرلمان ولكن هاد الاستقواء دائماً غتكون عنده واحد تكلفة لانه اه ما تعتقدش بانك كربحتي واحد واحد زمن سياسي لانه هاد الامر غديكون عنده انتداد اه مستقبلي وغدي غدي اه فيه وجه ديال الدولة وجه ديال طاقات انها كتضيع اه طاقات اللي ممكن انه كانت بإمكان انها تكون في الإدارة ممكن تكون في المحامات ممكن انها تكون في عدة مجالات اليوم انتحبطيها هاد الشاب مثل اليوم اللي كتقول بي انه السين دياله اللي عملي ديال تسقيف بإمكان دولة اخرى انه تسقبله بالاحضان لمجرد الكفاءة وتعطيه الفرصة وتعطيه النجاح اللي ممكن توفر له اجواء ديال النجاح دياله هاد بلادنا خاصنا فيها الحقوق نعم، ايه اللي permission ماشي من معقول انه الفاعل الحكومي يدير قرارات اللي ممكن تزيدا تحبط mieli المغربي وتزيد يأسه. لا نقول اليوم الشباب يأس بقدر ما انه كين واحد جهة معينة هي اللي كتزيد في حالة اليأس ديانه. نعم. محق سيد عبدوحد زياد شكرا لك. شكرا سيد يوسف شفوعي. فرصة ثانية لشباب. فرصة ثانية لشباب من هنا. ندعو الحكومة وندعو كل المعنيين بالامر ان تعطى لشبابنا فرصة ثانية. الحقيقة الحديث لا زال طويل في هذا الموضوع. لكن الوقت لا يسعنا. نلتقي مجددا ونلتقي في حلقة اخرى من منتدى اعلم تيفي. شكرا لكم متابعين الكرام. الى اللقاء. اشتركوا في القناة